هل هناك خلافات داخل مجلس الحرب أم أن الخلافات على طبيعة عمل مجلس الحرب تحياتي لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين بداية التصدع في داخل كابينت الحرب تعمق كثيرا في الأسبوع الأخير وكان هناك جلسة تم إلغاء نقطة البحث الأساسية التي وضعت على بساط البحث وهي ماذا بعد حرب غزة؟ ما هي السيناريوهات السياسية الممكنة؟ ونتنيها في اللحظة الأخيرة قام بإلغاء هذا البند بضغط كبير من الوزير سموتريتش حليفه في الحكومة الموجودة وهذا أثار أيضا نقاشا حدا مع شريكه في الكابينت العسكري جانس فلذلك التصدع أخذ في التعمق ليس فقط على موضوع سير العمليات العسكرية الآنية لأن هناك إنقساما واضحا بهذا الموضوع جانس وأيزينكوت من ناحية يعتقدان أنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة ما يسمى الثالثة في العمليات العسكرية حالا بينما نتنياه وجالانت يريدان أن يمدد ذلك حتى نهاية شهر يناير أضف إلى ذلك موضوع مهم جدا تصاعد في الأسبوع الأخير وأدى إلى خلاف أوسع هو ما يسمى الاندماج الملف السياسي المستقبلي داخل إسرائيل وإمكانيات انتخابات سريعة بعد عدة أشهر أوجد نوعا من الوزن الزائد للعامل السياسي والمستقبلي لكل فرد من أفراد أعضاء الكابينات السياسي كل العسكري كل يفكر في مستقبله السياسي فلذلك رأينا العديد من التصريحات الجديدة المتعلقة بدمج الموضوع السياسي الشخصي الحزبي المستقبلي على الموضوع العام بما في ذلك العمليات العسكرية إضافة إلى كل الملفات التي تم ذكرها سابقا بما يتعلق باحتجاجات أهل الأسرة العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة وهذا الأسبوع أخذت منحا جديدا إضافيا حول موضوعين مركزيين الموضوع الأول هو جدولة إنهاء الحرب وهذا كان قائما في السابق والثاني حول مستقبل ما سيجري في قطاع غزة بعد هذه الحرب وأيضا تعامل إسرائيل في الضفة الغربية بمنع تمرير الميزانيات المتعلقة والمستحقة للسلطة الفلسطينية كل ذلك يدور في خضم تصدع غير مسبوك بين السياسي والعسكري بين السياسي والسياسي بين العسكري والعسكري كل ذلك على أرضية إخفاقات متتالية على جميع الأصعدة عسكريا اقتصاديا سياسيا وأيضا في المجتمع الدولي هذا التصدع سيأخذ منحة أيضا أكثر في الأيام القريبة وخاصة الأسبوع القريب مع البدء الحديث على إمكانية تبادل صفقة تبادل هنا دكتور دياب إسرائيل تؤكد بأن الحرب مستمرة وأنها قد تستمر لشهور وهي صاحبة القرار ولا تعلن عن أنها تتفاوض وتنقل رسائل للأطراف المعنية هذا صحيح إسرائيل تريد أن تربح الوقت وأنا أود أن أشير إلى قناتكم الكريمة أمرا جديدا تم الكشف عنه صباح اليوم ومؤشر مهم مع مؤشرات أخرى إضافية تدل على النواية التي تريدها إسرائيل تم نشر صباح اليوم للمرة الأولى أن هناك خطة إسرائيلية واضحة المعالم وبدأت تنفيذ بها منذ العملية البرية وهي القضاء على أعمال الأونرا التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة وهذا هناك أيضا برنامج متكامل إسرائيل لا تريد أي دور للأمم المتحدة والأونرا بعد هذه الحرب إطلاقا في قطاع غزة وإذا تم لها ذلك أيضا أن يكون ذلك بأماكن أخرى مثل الضفة الغربية وما السبب دكتور دياء؟ نعم هذا مؤشر واحد من المؤشرات التي تدل على أن أسرائيل ليس أنها لا تملك برنامجا بعد يوم الحرب وإنما تملك برنامجا متكامل الأطراف القضاء على الأونرا في قطاع غزة محاولة القضاء على حماس والمقاومة والجهاد وغيرهم القضاء على السلطة الفلسطينية ورأينا ذلك في الأسابيع الأخيرة بشكل واضح القضاء على أي شخص أو مجموعة أو فصيل يرفع رأسه في الضفة الغربية ورأينا الاغتيالات في بسبوع الأخير كل هذه المؤشرات الأربعة تقول أن إسرائيل تريد أن تنتقل من إمكانية تسوية سياسية ممكنة إلى فرض تسوية أمنية بسيطرة إسرائيلية بكل معنى الكلمة على مجمل المناطق المحتلة في الضفة الغربية قطاع غزة والقدس فلذلك هذه هي الخطة الواضحة وهذه هي المعالم وتم الكشف عن الكثير من هذه الأمور ليس فقط صباحا اليوم وإنما بالأيام الأخيرة وأود أن أقول ارتباطا بالمباحثات المتعلقة بتبادل الأسرة إسرائيل تريد أن تربح الوقت لمحاولة إنهاء هذه المهمات سواء في الضفة الغربية وسواء في غزة وتفرض أمورا ناجزة غير قابلة للإصلاح على الهيئات الدولية بما فيها الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بهذه الخطة الإسرائيلية أو هذه التسوية المقترحة من جانب إسرائيل فهي تعود بالقضية الفلسطينية إلى النقطة صفر هي تعود إلى القضية الفلسطينية إلى مربع العام 48 أصلا بالمناسبة إسرائيل تقول كل الوقت أن ما جرى في 7 أكتوبر هو يعني أرجع المعركة إلى إلى معركة وجودية لإسرائيل وهم يقولون أن المطروح في هذه المعركة لإسرائيل إما نحن كما يقولون أو هم فلذلك صحيح المربع الذي أعادنا إليه هذا العدوان وخاصة بعد 7 أكتوبر هو العودة إلى مربع نكمة 48 بما معناه أن الأوراق كلها مفتوحة ومكشوفة بمحاولات القضاء على القضية الفلسطينية القضاء على إمكانية حلول سياسية بما في ذلك حل الدولتين القضاء على أي شريك من الممكن أن يكون أو أن يطرح استقلالية للشعب الفلسطيني بأي سيغة ممكنة يستطيع المجتمع الدولي أن يدعمها إسرائيل طرى بذلك أن مهمتها التاريخية اليوم هو القضاء على كل شيء اسمه قضية فلسطينية لم ينجحوا بالتطهير العرقي لم ينجحوا بالتهجير القصري لم ينجحوا حتى الآن بالتهجير الإرادي بالاختياري ويتوجهون إلى القضاء على ما يمكن أن يكون هاجسا أو مهددا لإمكانية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وهذا خطير جدا وهذا أيضا ما يثير يعني غضب الولايات المتحدة بالأيام الأخيرة نعم وكانت هناك اتصالات هاتفية حادة جدا بين بايدن ونيتانياهو في الأيام الأخيرة هل هذه خطة اليمين أم هي خطة مجمع عليها من الكل الخطة هي خطة اليمين وهذه لم تكن خطة نتانياهو قبل 7 أكتوبر نتانياهو وجد نفسه بعد 7 أكتوبر أنه أسير لهذا التحالف اليميني الفاشي لأنه الحل الوحيد أمام بقائه في الحكومة فلذلك هو اليوم أسير نتحدث عن أسر إسرائيليين في قطاع غزة ونتحدث عن أسر سياسيين في داخل إسرائيل أحدهم وأكبرهم هو نتانياهو الذي تحول إلى أسيرا مجرورا عاجزا ضعيفا أمام هذا التحالف الذي يفرض عليه كل يوم انظر ماذا حدث أمس هو ألغى البند المتعلق بالبحث حسب الطلب الأمريكي بمستقبل المنطقة السياسي بطلب وضغط من سموتريتش مهددا إياه بالخروج من الحكومة وتركه بدون حكومة بما معناه يعني إنهاء دور هذه الحكومة القائمة انظر ماذا حدث لبنكفير عندما هدد بأنه خلافا لكل الاتفاقيات السابقة مع جانس بعدم تعيين تعينات أساسية في الحكومة وفي وزارته بما في ذلك مسؤولة السجون الإسرائيلية الذي لا يريد أن يمدد لها المهمة ولديه مساعد شخصي يريد أن يعينه بهذا المنصب خلافا للاتفاق مع جانس ونتنياهو وحكومة الكابينت وهو ينصى لذلك هو إنسان اليوم بأضعف حالاته السياسية والشخصية ولا يهمه سوى بقائه في الحكم فلذلك نرى أنها لا صدفة بتصريح الأخير لرئيس الأركان السابق في إسرائيل بأن إسرائيل لم تحرز صورة نصر حتى الآن ونحن نريد صورة النصر الحقيقية هي بإقالة نتنياهو ونزوله عن المسرح السياسي نعم ولكن هل يبدو ذلك قريبا في ظل هذه التطورات لأنه ما زالت هناك نسبة عالية في إسرائيل تؤيد استمرار الحرب وما زال اليمين واليمين المتطرف لهم الأغلبية هذه هي المعضلة الأساسية القائمة لأن كل العوامل الأخرى سواء العوامل الميدانية في المعارك عوامل الدولية العوامل بداخل الولايات المتحدة أصبحت ناجزة لتغييرات جذرية في إسرائيل ولكن ما زال العامل الإسرائيلي الداخلي يعني يتمحور في مخاض فيه تناقضات يعني غير قابلة للحل هناك التناقض بين نضال أهالي الأسرة ومطالبة المجتمع الإسرائيلي بعادة الأسرة مقابل وقف العمليات العسكرية بما معناه تناقض بين مهمتين وهدفين أساسيين لهذا الكابينت التناقض الثاني هو التناقض ما بين كل أطراف الكابينت العسكري الحربي بكل المواضيع لا يوجد أي موضوع إسرائيلي متفق عليه بين الخمسة المقررين في الكابينت العسكري ولكن هذا كل طرف من هذه الأطراف لحساباته السياسية المستقبلية يبقى متمسكا بهذا الكابينت بما في ذلك جانس رغم كل الضغطات التي توجه نحوه من حزبه نفسه بأن يستقيل وأن لا يُعطي غطاء لما يقوم به نتنياهو فلذلك المخاض بين متناقضات كبيرة ما زال موجودا هذا يمنع الوصول إلى قرار حاسم بضرورة وقف الحرب وهذا الأمر سيرافقنا لفترة قادمة ولكن هناك تصاعد غير عادي لأصوات لم تكن بالسابق تطالب بأمرين أن أهداف الحرب لا تحقق حتى الآن وأن نتنياهو وعليه أن ينزل من مسرح السياسي يعني حتى هذه الخطة الإسرائيلية أو التسوية الأمنية التي تحدثت عنها بعض وسائل إعلام كما تحدثت دكتور دياب هي تنكر وجود طرف آخر في هذه المعادلة يعني ما زالت المقاومة على الأرض ما زال هناك نضال وما زال هناك أيضا رغبة في البقاء من سكان القطاع واستمرار في دعم هذه المقاومة وأيضا في الضفة الغربية ما زال هناك أيضا إصرار على البقاء هناك فرق كبير بين الخطط الموضوعة وما إمكانية نجاحها حتى الآن الكثير من الأهداف الإسرائيلية لم تتحقق الكثير من المهمات والخطط الإسرائيلية لا تتحقق إسرائيل تقيم عدد من السيناريوهات والملفات بما يسمى برامج درج الجارور وتكاد تكون عدة سيناريوهات لكل قضية معينة والانتقال من إمكانية ألف إلى إمكانية با حسب الطائرات وحسب الحاجات هذه الخطة تقوم بها إسرائيل بشكل كبير بهذه الحرب لكي تسحب البساط من الحليف الأمريكي بعدم إعطائه أي ورقة لما بعد الحرب ليقول أنا أريد الآن حل الدولتين أو التعامل مع السلطة الفلسطينية على سبيل المثال التعامل مع الفصال الفلسطينية المختلفة خاصة وأنه بات واضحا أمام المجتمع الدولي والمجتمع العربي أنه لا يمكن الخروج من الوضع القائم إلا بتسوية سياسية تضمن دولة فلسطينية في الضفة الغربي قطاع غزة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس وأن يكون هناك قيادة فلسطينية وهذه القيادة الفلسطينية الجامعة لا تستثني حماس والمقاومة والجهاد وآخرين ولكن يريدون ذلك بما يسمى بوزن أقل مما هو عليه اليوم بقطاع غزة فعندما بات هذا الأمر واضحا أصبحت إسرائيل تسرع في تنفيذ أو محاولة تنفيذ مثل هذه الخطة ولكن المقاومات الجامعة القائمة اليوم عسكريا وسياسيا أنا أعتقد أنها لن تنجح في ذلك ولكن هل تفكر إسرائيل عندما تضع مثل هذه الخطط في محيطها وفي الدول الجارة لها أو الدول الإقليمية التي كانت تسعى لأن تكون لديها علاقة طبيعية معها هي تلعب على أوراق التناقض الإقليمي وهي تحاول أن تجد حلولا ثنائية هنا وهناك لبعض الإشكالات القائمة إسرائيل على سبيل المثال لم تنجح بقضية التهجير إلى مصر أو التهجير إلى الأردن وبسبب المواقف الواضحة لكل الدولتين المصرية والأردنية هذه الخطة كانت موجودة ولم تنجح ولكن حاولت إسرائيل كل الوقت عمل كل شيء من أجل تنفيذها الأمر الذي لم يتم حاولت إسرائيل إمكانية تطهيرات عرقية حاولت إسرائيل الضغط على الأمم المتحدة رأينا تصريحات الأمين العام لأمم المتحدة تأتي خلافا لما تريده إسرائيل وأثارت ضجة عالمية ضد إسرائيل وزادت طين بلة بعزب إسرائيل دوليا إسرائيل تسعى إلى العديد من المحاولات بما يسمى التعاون الاقتصادي أو إيجاد حلول لأمور إقليمية أو تأجيج فتن وصراعات أمام قوى إقليمية إضافية كإيران وحزب الله وآخرين هي تريد أن تستفيد وتعمق التناقضات بالعالم العربي لكسب الوقت والوعد بمستقبل أفضل بالتعاون بينها وبين هذه الدول فيما إذا وافقت على إنهاء القضية الفلسطينية والخروج من هذه الحرب بدون أن يطرح هذا الموضوع الأجندة كما كان خلال الثلاثة عقود الأخيرة ولكن كل الدلائل وكل المعطيات تشير بما في ذلك مواقف العديد من الأنظمة العربية ورأينا المحاولات في مجلس الأمن رأينا الاقتراحات المتتالية لبصر والإمارات وقطر وآخرين من أجل الضغط باتجاه الوصول إلى وقف طلق نار أو أي حلول إنسانية أو أي مواقف متعلقة بتبادل أسرة فلذلك السؤال هل تجري الرياح بما تشتهيه سفن نتنياهو باعتقاد الجواب سلبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر